وبيقول فقراتنا الصباحية حنفرضا للمساحة الطبية واليوم هرحكي عن موضوع جدا شائع ومهم جدا لكتير من الأشخاص وهو زراعة الأسنان واليوم نحن بنعف ان هذا الاستطلاب هو حل فعلي شامل لكل الأشخاص يلي بيروحوا لزراعة أو تعويض الأسنان المفقودة ضمن الفام عن طريق وضع زراعات اليوم ضمن فقرتنا الصباحية حنضوي اليوم نحن اليوم كيف الطبيب بياخد القرار بإجراء هذه الزراعات للمريض شو هي أهم الاستطلابات وكيف بتتم مراحل عمل الزراعة وهل نحن وقائيا نقادرين أن ما ننصل لهذه المرحلة دائما بيقولوا لأطباء الأسنان هي الحل الأول بعالم الأسنان ولكن الناس بجوز بتخوف من هاي الفكرة كرمال نحن بنعرف أنه هي مكلفة وممكن نروح لإلى بآخر حل ولكن طبييا هي الحل الأول أكيد رح نضوي على هاي المعلومات وغيرا واضفنا لليوم هو الدكتور إلياس حبيب طبيب أسنان اختصاص جراحة وجه وفم وفكين ساعد صباحك حكيم وأهلا وسهلا فيك ساعد صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك مثل ما بنعرف كثير أشخاص بيتخوفوا من هاي الإجراءات وفي أشخاص ما عندهم دراية أو ما بيعرفوا شو هي بالضبط زراعة الأسنان خلينا نحكي أكتر أو بالبداية خلينا نعرف شو هي زراعة الأسنان أول شي ساعد صباح كون زراعة الأسنان هو علم جديد رائع رائع هو نعمة من نعم الله علينا بداية هذا أول شي بحب أفتح الحديث فيه دائما هاي الأسنان بالتعريف العلمي لزراعة الأسنان هي عملية نحنا منقوم فيها بوضع عنصر ضمن العظم أوكي فينا نقول البنقوسين هو برغي مصنوع من مادة تيتانيوم بتنحض من العظم الفكين لحتى تعود عن سن أو سنين أو مجموعة أسنان تمام؟ ويرجع نستعيد الوظيفة والشكل الجمعي دكتور اليوم في حالات كتير اليوم تستدعي طبيب الأسنان أنه يتخذ القرار أنه اليوم أنا بتأعمل إجراء زراعة الأسنان للمريض خلينا نحكي عن أهم الأسباب اليوم اللي بتساعد بإتخاذ القرار ويكون المريض مطمئن لهذا الإجراء بداية عند أي عملية زراعة لازم يكون في دراسة وتقييم شامل لحظة المريض مثلاً نحن اليوم لما بدنا إجانا مريضنا نزراع لازم نقيم قديش كسافة العظم عنده هل هو بينزرع له لا؟ هل هو مريض ملتزم أم لا؟ فدائماً يكون في دراسة شاملة لهذا الأمر دراسة صحيحة لحتى نحدد كل المعايير لحتى ما نفوت بناحية الفشل في عمر يوم محدد دكتور؟ ما في عمر محدد أبداً هو بيبلش فينا نبلش من العشرين لتسعين سنين للمئة سنين لآخر لكن قبل يعني مو قبل عشرين أو عشر سنة؟ أبداً لا لا ما يفضل هذا الأمر بس كمان بيهمنا بالأساس وجود العظم الكافي لهذا الأمر طب دكتور قبل ما هيك نحكي عن مخاطر أو يمكن في مخاطر أو يمكن لا خلينا نحكي اليوم عن الأشخاص اللي ممكن ينزرع لهم أسنان والأشخاص اللي محظور عليهم زراعة الأسنان يوم هذا الشخص نقول ما فينا أنه نعمل له هذا الإجراء بداية من بداية الحديث أغلب الأشخاص اليوم نحنا قدرانين نزرع لهم باستثناء فئات محددة عندهم مضاد أستضباب لكن هذا الشيء نسبي قدرانين نحنا اليوم نحلهم من خلال تجاوز هذا الأمر بداية مرضى السكري الغير مضبوط نحنا لما نقول غير مضبوط هنا مرضى بس نضبطوا صرنا قدرانين نزرع مرضى المدخنين الشريهين هنا مرضى ما ينزرع لهم لحتى ينضبطوا بهذا الأمر مرضى المعالجة الشعاعية والكيميائية نفس الشيء نحنا لازم لحتى نتجاوز فترة 6 شهور للسنة لحتى نرجع نقيم هل نحنا قادرين نزرع أم لا مرضى الصرير الليلي هذول ما ينزرع لهم بشكل نسبي لحتى نحنا نعالج موضوع العضة موضوع الكز والصرير على الأسنان لحتى نجاوز هذا الأمر فبداية فينا نقول كل المرضى ينزرع لهم ما عدا المرضى الشريهين للدخان للتدخين المرضى السكري الغير مضبوط المرضى تحت المعالجة الكيميائية والشعاعية أمراض القلب، الضغط، الدم، السيطان؟ لا لا كلاهاتهم مضبوط نوعاً ما هذا الشيء بيصير خلال مرحلة التقييم اللي حكينا علي أول شيء بعد ما نعمل استشارة من قبل طبيب القلب يحدد لنا قديش نحنا مسموح قديش نعني فطورة إلى آخره لكن هذا الشيء لا يعتبر مضاد استضباب مطلق طيب دكتور اليوم يعني بعد ما عرفنا مين هي الحالات اللي غير مسموحة إلى اليوم بإجراء هذا خلينا نقول اتخاذ القرار أو الإجراء ولكن اليوم في بعض الأشخاص يعني على المراقبة وإلى آخره أنتوا قادرين تزرعوا لا يعني ولكن خلينا هيك نجهز المريض من خلالك ونبلش مع حضرتك اليوم كيف تبلش بتجهيز المريض شو هي أهم الأدوات المستخدمة يعني هيك حطنا بمخيلة كيف تتم زراعة السن تمام زراعة الأسنان أول ما نلتقي مع المريض نحنا بصير فيه تقييم أول شي نسمع القصة السريرية نسمع الحالة منه شو عم بيعاني شو الشكوى الرئيسية شو التوقعاته عن الأمر بعدها بصير فيه طلب لصورة شعاعية ودراسة صورة سلسية الأبعاد نعمل دراسة كاملة عن هذا الأمر بعدها منحدد الزرعة المناسبة من قطر زائد زرعة المناسبة كطول قديش منحط عدد الزرعات وبعدها نحنا منبلش الإجراءات الجراحية بيجي المريض على مرحلتين أول مرة نعمل شق توسيع للعظم بيكون بإدخال الزرعة وأغلاقها ترجع المرحلة الثانية للسيكند ستيج بيصير فيه تعويض نبلش مرحلة التعويض بعد ثلاثة شهور وبعدها منحط التاج لحتى نستعيد الوظيفة التجميلية والوظيفة المضغ والكلام طيب دكتور هل ممكن أنه اليوم زراعة الأسنان تسبب آلام مضاعفة للشخص المريض ممكن أنه تستمر أو ممكن تعمله أورام ممكن تأثر على حياته اليومية أكثر من أي أجراء للأسنان تاني؟ أبداً زراعة الأسنان صار أمر كتير سهل يعني صار اليوم يأخذ تقريباً أربع دقائق إلى ست دقائق كإجراء بعد ما نقيم ونكون دارسين بشكل صحيح بين شق الإلسة وبين أدخال الزرعة وبين الخياطة الآلام المحتملة تصير بعد الزراعة بيوم فقط عرفتي؟ هذا الأمر نحن نكون مغطينه دائماً بأدوية التهاب لتجنب أي مشكلة تصير معنا زائد بالمسكينات زائد بالمضادات الوزمة فهذا الأمر مسيطر عليه تماماً طيب دكتور اليوم نسمع بشي اسمه إجراء الزراعة الفورية خلينا طبياً من خلال حضرتك نعرف شو يعني هاد الإجراء ولمين نحن قادرين نعم به أكيد ممكن الأشخاص قادرين أن يدخلوا بهذا الإجراء صحيح، الزراعة الفورية كمبدأ عام نفس الزراعة حكينا عنا بداية الحديث لكن الفكرة بالتعويض بدأ يكون فوري بنفس الجلسة فعادة أول شرط لازم يكون عندي أنا برجع بقوله هو وجود العظم القوي والكافي هذا أول شرط الشيء الثاني أنا لما بعمل زراعة بحط الزراعة ضم العظم ما في عندي مرحلة تانية عم يكون بنفس المرحلة هي أني أنا أقوم بوضع التاج على الزراعة بشكل مباشر ما بستنى شهر وشهرين وثلاثة هذا الشيء عم يتولى الأشخاص السوشيال كثير كشخص عنده اجتماع حالياً كمزيعة كشخص عنده أي شيء يعني عنده شيء اضطرار ما بيأثر هذا الإجراء السريع خلينا نقول اليوم نحنا عم نشتغل بإجراء سريع جداً لا لأنه في زراعة مخصصة لهذا الأمر هي قدران تسوي اندماج قوي بالعظم قدرانها تتحمل الضغط الأطباقي ورغم هيك نحنا منحررها في ضمن شروط يعني لما منعود التاج عم بيكون هو بعيد عن السطح الأطباقي فهي عم بكون للناحية التجميلية نوعاً ما أكثر من الناحية الوظيفية أكثر من ناحية المضغ اسمه كلف دكتور هذا النوع شوي نوعاً ما طب دكتور اليوم إذا في أشخاص خلينا نحكي ذكرت حضرتك أنه الأمراض في أمراض معينة هذول الأشخاص ما فيهم ما فينا نعملون زراعة لكن هل العمر إله علاقة بهذا الموضوع اليوم فينا نقول له في أعمار ممكن أنه تأثر زراعة الأسنان عليهم لسه بكير أو الأعمار المتقدمة هذول صعب أنه ينعملون زراعة أسنان كعمر ما في أي تأثير مباشر لكن نحنا مع التقدم بالعمر بحادة بيصير في عنا أمراض تصير مع الإنسان بيصير عنده سكري ما نعائق أنا أمامي أنا في عندي مريض عمره سبعين أو خمسة وسبعين سنة قدرنا نزرع لأنه هو شخص منضبط بطعامه منضبط بالسكري طبعا هو مريض سكر وضغط وقدرنا نزرع له لكن فكرة العمر هي ما أنا أبدا عائق وإن موجود الأمراض غير مسيطرة عليها هي العائق أو الإهمال الفموي أحيانا بيجينا أشخاص فرضين أسنانه نتيجة الإهمال وتراكمات القلحية على اللسة وعلى الأسنان فصار نحن نعرف يعني نفهم لورا نرجع شوي فيد باك لورا نعرف إن هذا مريض مهمل فهو إذا ما قدر يحافظ على أسنانه ما كان مهتم ما فقدوا لسبب خارج عن سيطرته أو خارج عن الإرادة فهو خسر سنه رح يخسر الزرعة طيب دكتور اليوم دائما إحنا أي إجراء نساوي طبيا إن كان بالأسنة أو أي إجراء طبي آخر بنخاف من بعض المضاعفات أو الحكيم بخاف من بعض المضاعفات اليوم شو هي أهم المضاعفات اللي ممكن تخوفك تبيب بعد هاي الزرعية وبتكون حذر يعني تحت المراقبة بيكون الشخص ال przyszESS المضاعفات الممكن تكون تصير معنا نحن عم نزراع يعني في عنا نوعين في اثناء الزراعة وفي عنا ما بعد الزراعة نعم ما بعد العمل الجراحي أثناء الزراعة اللي بيصير ممكن خدر بالفك السفلي ممكن يصير في عنا انسقاب بالصفيحة العظمية كلياتهم هدول نتيجة عدم دراسة أو تقييم أولي خاطئ فنحن هذا الأمر قدرين نتجاوزه لما نعمل دراسة وتقييم شعاعي صحيح قبل نفهم الحالة الصحية للمريض نعمل نفهم الشكوى المريض خلصنا من هذا الأمر مسيطرين عليه فإذا ضمن العمل ما في مشاكل ما من خاف منه أبدا تمام ما بعد العمل الجراحي من خاف من موضوع الإنتان من خاف من موضوع الإهمال من خاف من موضوع عدم عناية المريض بالزرعة نحن يعني كل لياتهم هدول لا يعتبروا مشاكل حقيقية لأنه ضمن العمل الجراحي نسيطر على هذا الأمر كطبيب وكدراسي مثل ما حكينا زائد تعليمات اليوم للمريض لما يتتبع فيها بالحرف الواحد وما رح يصبح أي مشكلة أكيدة تمام في خطوات كمان دكتور لازم يتتبع المريض قبل الإجراء الجراحي بكم يوم أو يمكن حدثتك ذكرت يمكن المدخنين لازم قبل بستة شهور يكونوا موقفين عن التدخين لكن بشكل عام في إجراءات معينة المريض اليوم لما عنده هاي الجراحة أو لما بده يعمل هاي الزرعة أنه فيه هو شيء لازم يتتبعه بالمنزل التعليمات الشخصية لا بس بده يتتبع مع بعض العمل الجراحي قبل ما فيه قبل ما فيه شيء مهم جدا بس بده يتبع يقوم بكل التحاليل نطلب منه التحاليل الدموية والصور الشعاعية زائد ممكن بعض الأحيان نضطر لاستشارات من الأطباء القلبية طيب دكتور دائما هذا الإجراء هيكي بيكون حذر متل ما أنا للدكتور والمريض ولكن ليش دائما شائع بين الناس أنه هو إجراء مكلف جدا وأنا ما بتي عمله بروح بصلح مرة متين وثلاثة لحتى أوصل لمرحلة الزراعة ليش معنا هي ثقافة التوعية بأنه زراع هي حل أول يعني مشار ما نفقد باقي الأسنان لأنه عادة هاي عم بيصير هو المريض عم بيدفع قتلة مالية لمرة واحدة بينما بالتأسيد هذوق كمشتمع شعبي نتنا متعودين أنه أخي هاي دفعة هاي مئة ألف هاي مئتين ألف هاي كذا فأقول لك المريض أنا ما عم بحس فيهم لكن الزراعة هي صح نحنا عم ندفع قتلة لكن هي عم تاخد عم تاخد انتين ضمان لمدى الحياة صح بكل دول العالم يعني مريض في مرضى كتير بتعمل زراعة فورية وبتسافر أوكي عسبيل الفرض احتمال جدا قليل وبسيط وصار في عندي أنا فشل فهو يسافر على غير دولي طيب هل هو خسر مصرياته؟ لا هو قدران يتواصل معي أنا بحاوله لعند حدا تاني بيرجعوا بيعوضولوا هاي الزراعة بدون ما يدفع أي تكليف فإذا هي الأوفر بالحقيقة طيب دكتور اليوم التهابات اللفة هل هي بتسبب مشاكل للأسنان أو الخراجات بشكل عام أنا أحد الأشخاص اللي صارت معي هاي الحالة الالتهابات وفي خراج هذا الخراج عمل له تجريف لكنه ما رح يروح هذا الخراج رح يرجع يطلع لأنه هو من أصل الدرس يعني الدرس لازم ينشال وينعمل زراعة بهذه الحالة فينا نقول أنه الخراجات هي سبب أنه قلع لأدراس ونحتاج لزراعة الكفشل يعني بتقصدي؟ لا لا الخراج هو ناتج بالحقيقة عن سوق معالجة لبية لما نحن بنحشي سن وما كان السن النظف بشكل كامل أو في قناة منسية هيدا هدول الأمور كتير شائعة وجود الأقنية المنسية زائد عدم تنظيف كامل للسن فبدو يؤدي الحالة إذا تمشي إلى الخراج تمام؟ بعدها هذا الأمر معزول تماما عن موضوع الزراع عن موضوع فشل الزرعات فشل الزرعات بيصير لما نحن اليوم نروح نزرع لمريض سكري غير مضبوط فهو ما عنده التقام جروح بشكل جيد مثل المريض الطبيعي تمام؟ لما منروح عم نزرع لمريض مدخن شريه هو صار في عندك التأخر بإندماء الجرح تمام؟ عم بيصير مريض نفس الشيء لأصد الدكتور أنه في حال انتمت زراعة هذا الدرس بيرجع الخراج يطلع أو لا؟ يعني أنه هون طالما هذا الموضوع محصول بهذا الشيء لا لا أنه إحنا لما عم نحط الزرع عم تجي نتيجة تالية لألع السن لما قلعنا السن هو طلع هو والخراج ونعمل تنظيف قبل ما نحط الزرع وبعدها عم نكون الزرع أكيد اليوم دكتور معلومات جدا مهمة حضرتك ضويت عليها من فقرتنا الطبية نتمنى لك يوم حلو وابتسامي طبيعي بعيدا عن الزرع شكرا إليك والحالات المرضية السنية داخل الفين شكرا لأي لك شكرا لأي لك دكتور بقي تنهار حلو لأي لك